اهلا بكم في حصة مغاربية البداية مع تواصل الانقسام السياسي في ليبيا حيث تواصل كل الأطراف تحركاتها على الأرض لكسب المزيد من الدعم والتأييد ما ينذر باتجاه الأوضاع نحو التصعيد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتح بشغة أكد أن حكومته جاءت لتنبية مطالب الشعب في العيش الكريم والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال وخلال لقائه رئيس مجلس النواب عقل صالح تعهد بشغة بإعداد مخترح الموازنة بما يتماشى مع احتياجات المواطن والنهوض بالاقتصاد الليبي في المقابل أكد رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة أن القوانين والقاعدة الدستورية ما زالت هي الإشكال في إجراء الانتخابات رغم وجود مسودة جاهزة ومحالة للمفوضية الوطنية العليا لا يزال الانقسام السياسي يلقي بتداعياته على مصاري بناء الدولة الليبية في ظل الصراع الداخلي المستمر بين حكومة فتح بشغة المكلفة من البرلمان وحكومة عبد الحميد دبيبة المنتهية ولايتها الأمر الذي ينظر إلى انزلاق البلاد لحرب أهلية بشغة وأثناء اجتماعه برئيس مجلس النواب عقيل صالح لبحث مسجدات العملية السياسية شدد على حرص حكومته على تنفيذ المهمة الموكلة إليها والارتقاء لمستوى تطلعات الشعب الليبي متعهدا بإعداد مقترح ميزانية بما يتماشى مع احتياجات المواطن بما يسمح بتطبيق الخطوات الرامية للنهوض بالاقتصاد الليبي حكومة بشغة كانت قد عقدت اجتماعها الأول في مدينة سبه جنوب البلاد الخميس الماضي لمناقشة برنامجها الحكومي قائلة في بيان لها ان هذا الاجتماع يأتي قبيل مباشرتها عملها من مقرها بالعاصمة ترابلوس وفي صياق آخر يتحرك عبد الحميد لدبيبة في مصار موازن حيث شدد خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على ضرورة طباعة مسودة الدستور وتوزعها على أبناء الشعب الليبي للإطلاع عليها مؤكدا أن الليبيين يهدفون لإجراء الانتخابات ولكن القوانين والقاعدة الدستورية ما زالت هي الإشكال في إجرائها رغم وجود مسودة جاهزة ومحالة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأكد لدبيبة أن حكومته ستكون داعمة لأي جهود تبذل من أجل إجراء الانتخابات قائلا يظل الدستور مطلبا لكل الليبيين واستحقاق وطني لا بد من إنجازه ولمناقشة أوفى حول هذا الموضوع ينضم إلينا ضيفان من بنغازي في ليبيا دكتور أحمد عبود أستاذ العلوم السياسية ومن تونس العاصمة عبر سكايب دكتور محمد شبار المتحدث الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية أبدأ معك دكتور عبود يعني الطرفان يتحدثان عن الانتخابات لكن كل وفق مساره الشخصي ورؤيته فإلى أين تتجه هذه الرؤى وما هي تداعياتها أول مسار الخير تحية لك ولي ضيفك من تونس ومرحب مشاهدي قناة الغد العربي هو الحديث ما بين الطرفين هو حديث في طار التنفيذي بمعنى قدر كل طرف على تنفيذ خارطة الطريق أو الاستحقاق الأهم الذي يعول عليه أكتر من 2.5 مليون ناخب ليبي وهو الانتخابات التشريعية والرئاسية لكن علينا أن ننظر لكل الطرف بأي منظور سوف يذهب إلى إجراء الانتخابات مجلس النواب الليبي في إنتاج حالة التوافق استطاع بمعية مجلس الدولة إنتاج الإعلان التعديل الدستور الثاني عشر الذي ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقا للآليتين الآتيتين الآلية الأولى وهي إجراء تعديلات جوهرية في مسود الدستور 2017 وهذا بدأ واضحا من خلال اتفاق المجلسين على تفعيل مبادرة السيدة ستيفاني التي قدمتها خلال الآونة الأخيرة وبالفعل حصل الاجتماع الأول في القاهرة وتم الاتفاق فيه على آليات أو لائحة داخلية تنظم عمل اللجنتين في إجراء التعديلات ومن بعد الدهاب بهذه التعديلات إلى إجراء استفتاء حول المسودة وهنا هذا المستوى الأول من إجراء أو إنتاج القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية إذا ما فشل المجلسين في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فإنه سوف يذهب إلى إنتاج قانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية وترحيل مسألة الدستور المسألة الشائكة التي أعتبرها بأنها من المفخخات الحقيقية للإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أجر قصيرة إلى السلطة التشريعية المنتخبة الجديدة وهنا أستطيع أن أقول بأن الأجال الجديدة التي سوف يتم الاتفاق عليها سوف تجعل من إجراء الانتخابات في أجال لا تتعدى 14 شهرا وفقا لخارطة الطريقة التي اتفق عليها مجلسين نواب والدولة وهنا نجد بأن السيد فتح بشاغة يدعم هذه الخطة ويؤكد على حرص حكومته الجديدة على إجراء الانتخابات التشريعية ورئاسية وفقا لهذه الخارطة ووفقا في الأجال التي تم الاتفاق عليها دكتور عبود عند هذه النقطة اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور محمد شبار هذه المسألة المفخخة مسألة الدستور التي تحدث عنها دكتور عبود قبل قليل تطرح التساؤل عن مدى تأثير تواصل الجدل حول الدستور والانتخابات على سيناريوهات الحل المحتملة للأزمة بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين مرحبا مسألة الدستور سواء كانت القاعدة الدستورية أو الدستور أو حتى القوانين الانتخابية هذا الإطار العام وضع لها منذ مخرجات منطقة الحوار السياسي التي تم تضمينها بقرار مجلس الأمن الدولي 25-70 وبالتالي أعتقد أن الآن الفرصة مواتية لأمام لجنتي المجلس النواب ومجلس الدولة للتوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية التي ستستأنف بالقاهرة بعد حلول عيد الفتر المبارك أما كل هذه الاجتهادات الآن التي يقوم بها سواء كان حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بمسألة الاجتماع مع أعضاء من الهيئة الدستورية لصياغة مشروع الدستور هي عبارة عن اجتهادات لا قيمة لها لا يستمع إليها المجتمع الدولي ولا تستمع إليها أيضا حتى المؤسسات الآن الليبية التي انتهت صلاحيتها منذ فترة طويلة أعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية أمامها أمرين الأمر الأول هو مطالبة المجتمع الدولي بمسألة فتح الحقول والمواننة النفطية وأعتقد أن أقرب قوة يمكن أن تستعين بها قوة الأفريقون باعتبارها أنها ساعدت ليبيا في اقتضاء على داعش في مدينة سرط أما الأمر الثاني وصبق صحفي لقناتكم الموقرة هو أن هناك مؤتمر مرتقب لأكثر من أربعين دولة هذا المؤتمر شعاره ضد الغزو الروسي لأوكرانيا وباعتبار أن هناك ارتباط وثيق للتواجد الروسي في أوكرانيا والانتهاكات الصارخة والجرائم ضد الإنسانية التي حدثت في أوكرانيا وأيضا بين تواجد القوات الروسية واحتلالها لعديد القواعد وعديد المعسكرات على ليبيا وبالتالي أعتقد أن على حكومة الوحدة الوطنية أن تطالب ألمانيا بمسألة المشاركة في هذا المؤتمر لمساعدة ليبيا ومساعدة ليبيين لخروج كامل القوات الأجنبية المتواجدة الآن على كامل التراب الليبي وهذا تنفيه طبعا لقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص إذن نحن أمام مسار أعتقد أنه هو مسار مهم جدا مسار فتح الحقول وأيضا المطالبة بخروج القوات الأجنبية هذا على الصعيد الدبلوماسي وعلى الصعيد المطالبات الدولية على غير طبعا ما قامت به أوكرانيا والرئيس الأوكراني الذي طال بالمجتمع الدولي بمساعدة الشعب الأوكراني لإنهاء حالة الغزو الروسي على أراضيها سنأتي إلى نقطة الدعم الدولي وتأثيره على الأزمة في جزء آخر من هذا اللقاء لكن يسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى دكتور عبود منذ بدء الحوار السياسي والأطراف كلها تجمع على أن حل الأزمة يجب أن يكون ليبيا خالصا وسيكون ليبيا في نهاية الأمر فما الذي يقف في هذا التوقيت أمام حل الأزمة بين الأطراف الليبية والعبور إلى مرحلة جديدة يعني خليني نأكد لك بأن الوفاق الليبي الليبي أو التراغم الليبي الليبي الذي حدث خلال الفترة الماضية والذي لم تشهده ليبيا من خلال عشر سنوات الماضية هو الذي أنتج حكومة السيد عبد فتحي بشغل وهو الذي أنتج أيضا اتفاق على قار الطريق جديدة وتعديل الدستور الثاني عشر ومستوياته وهنا لأول مرة يحدث ذلك في ظل القسام عشته البلاد لأكثر من عشر سنوات ومراحل انتقالية فاشلة سميناها العشرية السوداء هذا التفاهمات الداخلية وهذا الحالة التوافق الداخلي هي التي اليوم تعزل السيد عبد الحميد بيبة وحكومته وتطالب بإجراء عملية التسليم والاستلام الآمن حتى لا تدخل البلاد من جديد في أتون الاختتال والاحتراب الداخلي على المجتمع الدولي أن يوظف حالة التوافق الدولي والتفاهمات الداخلية الليبية للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والأمنية الخانقة في ظل عناصر تهديد حقيقية لعلها تنامي التنظيمات الارهابية والنشاط المحموم الذي يقوم به تنظيم داعش في الجنوب الليبي وشهدنا خلال الفترة الماضية الهجوم على أحد بوابات الجيش في أم الأرانب وأيضا الجهود التي يبدلها الجيش اليوم لمحاصرة التنظيم في مدينة غدوة فبالتالي حالة التوافق الداخلي ومصادر التهديد الوافدة وعلى رأسها التهديدات الارهابية وأيضا التفاهمات التي أنتجت الفترة الماضية نجاحات على المصار 5 زي 5 هي عناصر النجاح التي على المجتمع الدولي على السيدة ستيفاني أن تقوم بعملية توظيفها سواء من خلال المصارى الدستوري والبحث عن قاعدة دستورية أو من خلال دعم خطة الشمول العام الذي يقدمها سيد فتح بشاغة لإنعاش الحالة الاقتصادية والدفع بحالة العوزة التي يعيشها المواطن الليبي والاتفاق على آليات لتقاسم عادل للتروة والبحث أيضا على تطوير القطاع النفط والغاز الليبي الذي قد يكون اليوم معزز لحالة تعزيز الموارد المالية للدولة الليبية كل هذه المستجدات أو المتغيرات الداخلية لا بد أن توظف دوليا نحن في الفترة الماضية كنا نتابع صراحة حالة الجمود الدولي فيما يتعلق بالتعاطي الليبي باستثناء الجهد الذي تقوم بها السيدة السيفاني هناك قضايا سوف تفرض نفسها على الساحة الليبية من سوف يكون خليفة السيدة السيفاني التي سوف تنتعي ولايتها مع مطلع شهر يونيو القادمة ما هي رؤية المجلس الأمن للبعثة الأممية القادمة كيف نستطيع الدهب إلى تعزيز حالة التوافق وإيجاد آليات للتسليم بدون حالة الاحتراب ما بين هذه الحكومة التي انتهت ولايتها والحكومة الجديدة وهنا أطالب المجتمع الدولي بالضغط على هذه الحكومة حتى نستطيع تجنيب نجنيب الداخل الليبي حالة الاحتراب من جديد يعني هنا دكتور عبود ربما يكون من المجدي أن نتحدث عن فكرة التدخل الدولي وإمكانية حسم هذه الأزمة عن طريق التدخل الدولي وأسمح لي هنا أن أذهب مرة أخرى إلى دكتور شبار يعني دكتور شبار حتى الطرفان المتنازعان حاليا أو المختلفان كلاهما يعمد إلى فكرة اللجوء إلى الدعم الخارجي فإلى أي مدى يعد المجتمع الدولي منسجما تجاه القضية الليبية ويمكن أن يسهم في حلها في الفترة المقبلة طبعا نعلم جيدا بأنه تم إيقاف كثير من القرارات التي تتعلق بمثلة تحقيق الاستقرار في ليبيا وهذا كان من قبل الجانب الروسي الجانب الروسي الآن لديه أجندة بمثلة وقف الصادرات النفطية وتدفقها إلى أوروبا بغيت طبعا خلق أزمة على مستوى الطاقة بأوروبا نتيجة طبعا هذه العكسات جاءت نتيجة طبعا الغزو الروسي لأوكرانيا بالإضافة إلى ضغوطات أخرى تمارسها روسيا على مجلس النواب وهذا ما حدث فيما يتعلق بمثلة يعني التعديل الدستوري الثاني عشر وأيضا خلق حكومة موازية وتشكيل حكومة أخرى التي الآن لا يعترف بها المجتمع الدولي منذ الوهلة الأولى كانت هناك تصريح واضح من قبل الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة لو أتحدث عن أن هذه التي شكلها مجلس النواب الحكومة لن يعترف بها دولي ولم يتعامل معها المجتمع الدولي وبالتالي أعتقد دائما كل أي حكومات أو أي عملية سياسية يعني تؤدي إلى نجاح وتؤدي أيضا إلى تحقيق قرار في مسارة ترعاها الأمم المتحدة وهذا بالفعل ما حدث الآن المسار الذي تقوده سيدة ستيفني وليمز هو مسار يمثل أمرين الأمر الأول هو التوافق بين الأطراف السياسية بملتقى الحوار السياسي في جنيف وأيضا يمثل توافقات دولية مثلتها كعديد المؤتمرات من أهمها طبعا مؤتمر برلين بالتالي أعتقد الإطار العام الآن للحل هو يمثله الأمم المتحدة والسيدة ستيفني وليمز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة وكل ما نتمنى الحقيقة هو التوافق على قاعدة دستورية طيب يعني اسمح لي سيد شبار أن أعود مرة أخرى إلى دكتور عبود عند هذه النقطة بالتحديد يعني دكتور عبود كلا الطرفين يعني يحاول الحصول على الدعم والتأييد مسألة الإدهاب مجلس الدولة ومجلس النواب نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل اسمح لي أن أعود إلى دكتور عبود مرة أخرى دكتور شبار يعني في ظل تحركات الطرفين على الأرض بهدف حصول على الدعم والتأييد ما هي احتمالات التصعيد خاصة في ظل الرؤية التي تحدث عنها دكتور شوبار قبل قليل وأن مفتاح الحل ربما يكمن في المنظمة الدولية في هذه التوقيت يعني أنا بلاحظت أن السيد شوبار مركز على قضيتين قضية المصار الأممي وهو مصار بدأ في برلين ودش في أكثر من عاصمة دولية ولكن انتهى به المطاف بعد تشكيل حكومة سيد بيبة في الفشل في الدهاب للانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر لهذا كان لابد من الأطراف الليبية البحث عن مصار بديل بمشاركة دولية اليوم أنا نقول لك حتى المصار البطني الذي أنتج حالة التوافقات تساهم فيه البعتة الأممية والمستشارة الأممية من خلال اللقاء الذي عقد في القاهرة للبحث في إنتاج القاعدة الدستورية الإشكالية الثانية التي لدى السيد شبار وهو موضوع توريط أو محاولة الزج بروسيا في كل القضايا الداخلية الليبية منها قضية إنتاج القاعدة الدستورية والتعديل الدستوري التالي عشر ملف النفط ملف وجود المرتزقة والميليشيات يعني وكأن روسيا جزء من أليات الصراع الليبي وأعتقد بأن ما بعد تدشين مصار 5 زي 5 والاتفاق على القضايا الرئيسية الحاكمة التي تنص على تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة وإنهاء التواجد الأجنبي أعتقد بأن كل الإشكاليات المتعلقة بهذا المصار إذا ما تم تنفيذ هذه الخطة فأنها سوف تكون خارج حسابات تعقيدات المشهد السياسي الليبي الداخلي فبالتالي علينا أن ندرك بأن توريط روسيا في صراع ليبي ديبي اليوم أصبح من الماضي خاصة في ظل التفاهمات الليبية العميقة التي جسدت حالة التفاهم ما بين الأطراف على الأرض ومؤسسات سياسية في إنتاج حل سياسي دون التورط في نزاع آخر السيدة بيبة يحاول شد جميع الأطراف لحالة الاحتراب داخل طرابلس وعقلانية السيد بشاغة فوتت الفرصة على السيد بيبة في إنتاج حالة الاحتراب الداخلي في مدينة طرابلس القضايا التي تطل اليوم برأسها ولعلها أبرزها نشاط التنظيمات الإرهابية والصوت المرتفع لدى العسكريين الليبيين بأنهم لم يتورطوا في أي صراع سياسي هو الدفع الرئيسي للاحتكام لصوت العقل والتفكير بعقلية وطنية ليبية من أجل إنتاج بوادر الحل بعيدا عن التدخل الدولي الذي نعتبره مجمد يعني خليه نقول بصراحة أن الدور الدولي اليوم هو مجمد لصالح قضايا وملفات أخرى لعلها أبرزها الصراع في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الفرنسية البحث عن مصادر بديلة للطاقة كل هذه القضايا هي قضايا تجعل من الملف الليبي في آخر الأجندة الدولية اهتماما ورعاية شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عبود أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من بنغازي والشكرا موصول إلى دكتور محمد شبار كنت معنا عبر سكايب المتحدث الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية كنت معنا من تونس العاصمة